سيكون نعمل اليوم قطية بأكلة فاصولية بزيت ونعمل شوية بطاطا مكزبرة بالتوم ونعمل شوية مكمور بمكونات بسيطة كتير ومتوفرة عنا بالبيت يعني حبتين بطاطا ثلاث حبات بنجان صغار وحبتين بندورة وكمان عندي نص كيلو فاصولية عملت قطية بالأكلات تابعوا معي طريقة التحضير لنعمل قطية بثلاث أكلات توفيرية اقتصادية والطعم بتاخد العقل صباح الخيرات والأنوار لكل متابعين الحلوين اليوم رح أعملكم كذا وصفة بفيديو واحد يعني أنا عندي اليوم كم حبة بندورة عندي فلفلة حمرة فلفلة خضرة وحلة وكم بصلي قليت شوية بطاطا وعندي كم قطعة بنجان قليتهم وعندي شوية فاصولية قطعتها بهذا الشكل هلأ مشوف كيف قطعتها رح نعمل اليوم ثلاث أكلات بها المكونات البسيطة رح أعمل فاصولية بزيت ورح أعمل بطاطا بكزبرة وتوم وفلفلة هي تصير طيبة ورح أعمل شوية مكمور يعني شوية 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 خاصة بها الشوب وأكلات الزيت كتير طيبة تابعوا معي طريقة التحضير لعملكم ثلاث أكلات اقتصادية توفيرية ومكونات متواجدة بالبيت بقسمة من هالطرف هذا العقب منشيله وهذا منشيله ميك أنا بحب أفرمه بالنصف أقسمة هيك في النصف وبعدين قطعة هيك كتير بتعطي شكل حلو طبعا كل واحد بيعمله حسب ما هو بيحب نحنا هيك بنحبه بصير شكله أحلى بالوقت لأكل أكتر من أنه نقسمة قطعة واحدة قطعة قطعة سأخلص الكمية كله و ارجع لكم بالنسبة للبصل يا اعزائي الحلوين الفاصولية بزيت بده بصل ناعم والمكمور منعمله بصل خشن ترنشات فرح اعمل اول شي البصل اللي منحطه للمكموج مكمور البنجان يعني يكونوا هيك شرائح والفاصولية بده يكون البصل ناعم في ناس ما بيحطوا بصل بكتفوا بالكزبرة والتوم لا بالبصل بتطلع كتير الطعم اطيام بنصحكم تجربوه هلا هدول دول رح حطون للمكموج فرح يطلع هيك سحن صغير شايفين كيف هدول للمكموج هلا بنعمل هدول للفاصولية هيك بيكفي بصر للكم وراح اقفهم فلي فلي كمان للمكموج اقفرمها بهذا الشكل شايفينه نحطون هون مع البصل هدول دي ينقلوا مع بعضهم وعندي هالفلاف للحمرة شايفينه كيف يعني ما في شي بي نكبب من الخضار كلن بيخترع لن اكلات كمان منحطن هدول للمكمور كمان ترانشات والبنادورا للفاصولية بزيت ناعمة أقفر وبنادورا للمكمور كل ما كتريت بتطلع الطعامها أزيدا جميلة سوف نفرم البنادورا و المشان الفاصولية سوف نفرم الأعمين سوف نضيف البنادورا بعد القطع البنادورا سوف نعمل توم سوف نعمل لفاصولية بزيت للمكمور و البطاطا المكذبة سوف نفرم البنادورا سوف نفرم البنادورا تحب بها كمان كثير رائعة ممتازة جايبتوا معي من تركيا وهالا يا احبا ايه بعد ما خلصنا كل هالفرم ستكون موضع اول الشي بطلق الفاصل سأعطي نجرات سأعطي تون سأعطي زيت نباتي سأعطي زيت نباتي سأعطي فراء مطحون سأعطي على النار ونحركوا مع بعضهم لحتى يدبل البصل تطلع ريش تكتوم وغسلتها ويعيني على ريحة وهلأ بعد ما دبل البصل بهذا الشكل رحط فوق الفاصول اللي أنا فرمتها وغسلتها وقلبهم مع بعضهم على نار وصطر وغسلت النار وقلبهم حتى يجب أن الفاصول يستوي وتغير لونه الآن سوف تشل قليلا ملح الملح يساعد أن الفاصولية أو الفضار يدبلوا وعندما تصبح الفاصولية وتستوي سوف أبدأ في المكبول سوف أضع زيت وضع الفضار اللي فرمتها البصل والفلافل الحمرة والخضرة ورحط معهم الثوم لحتى يدبلوا عندي بسرعة رح رش فورا الملح حط نعناع في ناس ما بيضعوا نعناع للمكبول الحلبي ما بحطوله نعناع وثوم بس هاي طريقة كتير طيب بيعملوا أغلبهم أهل أدلب هلا رحطوا على النار لحتى يتقلبوا ويدبلوا مع بعضهم بعدين رح ضيف فوقهم البندورة وهاية الخضر عم يتقلبوا مع بعضهم في ناس ما بيضعوا حمص انا بحط للمونة او شوية منح للمون كتير طعب في طعم طيب طعم البندورة والحمض والملاح جربواه مثل ده مقابل المكمور بيطلع معي ناجح جدا حلق بس يتقلبوا حطوا شوية حمض يعني نصف للمونة مع الفن وشوية منح للمون وبعدين ضيف فوقهم البندورة وهي عندي فاصولية كل شوية بقلبة لحتى تستوي على نار هادب كمان بعدين ضيف فوقهم البندورة كمان بعدين ضيف فوقهم البندورة و هلق راح ضيف فوق البندورة بعد ما دبلوه و هذيك راح استمى البندورة لحتى تجبل وتنزل ميته و تستويه و اخر شي تضيف البنجان اللي انا أليته و هلق بعد ما تغير له الفاصولية واستويت راح ضيف فوق البندورة تستوي و تتزيل scratching و را Husoum حاله داخل ما راح ضيف شوية ما راح كتر لانه البندورة هي اللي بتنزيل ميته و ثم ضيفه على نار واته هدى لحتى البندورة تستوي وهالفاصولي تستوي تمام وهي تقريبا عندي الفاصولية راح تجهاد رايحة بتجنن بيحت توم على البصل بالكزبرة نعيفة شوية لتنشف ميتها بعد ما استويت البنادورة بالمكمور والدول الخضار راح تفوقهم البنجة حركناهم هيك بهذا الشكل دور البطاطا المكزبرة عندي توم مهروس راح تطلو شوي بزيت اي نوع زيت لا تفرق راح تطلو كزبرة مطحونة راح تطلو فلافلين نعم بيعطي طعم كتير طيبة وبيعطي لون حلو للبطاطا راح تطلو على النار لحتى يتبلو بعدين راح تطلو فوق البطاطا وavilion activists راح تطلو شوية راح تطلو فوقهم البطاطا هيك الطفل الفتاطا طبعا مقلية ومنلحتها وراح الحركة بهذا الشكل بحرككم بهذا الشكل ولبيا انه الفلسة سخمة و البطاطا سخمة فراح غطين البرميخة ينكمروا مع بعضن لذلك اسمها بطاطا مكمورة وغطي الطنجرة وهي بيكون الاخر فيديو لان لليوم عملنا اطيب فاصولية بزيت فاصولية خضرة عملنا بطاطا مكذبرة مع الكذبرة والتوم والفليفلة وطبعا عندنا مخلل وعملنا اطيب اطيب مكمور راح اطلكن كل الوصفات بصندوق الوصف كل الوصفات فيديو صندوق الوصف فيكن شوفوهن للمخلل وللمكمور ولالبطاطا وهي الفاصولية عندي جاذي وهيك بيكون انتهى الفيديو لقلنا لليوم اذا حبت وصفاتي تابعوني على قناتي على اليوتيوب قناة المطبخ الحلبي وفعلوا زر الجرس ليس لكم كل جديد وشكرا للكم على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة